هاي اسئلة نهاية المحاضرة الثانية راح يشرحن بدون تطبيق أرقام يعني بس قوانين يعني من الباب السرعة حتى لا يسر الفيديو طوي السؤال الأول يقول find the distance يعني يريد الدي between هاي النقطة وهاي النقطة يعني مطينا نقطتين وريد المسافة بيناتين انطبق هاد قانون هاد قانون المسافة عدنا نقطتين جاهزات نطبق هاد قانون تطلع المسافة السؤال الثاني يقول find the distance يريد طول أضلاع المثلة هس هذا مثلة طول أضلاعه ايش مطينا مطينا الرؤوس مالتي هاذا ثلاثة واثنين هاذا أربعة وثمانية والثالث ستة ببعد يعني يريد أطوال الأضلاعه هس هذا تريد تطلع هذا الضلع هاذا هو المسافة بين هاي النقطة وهذه النقطة يعني بياه قانون بنفس قانون المسافة هاذا هاذا القانون المسافة تطبق على هاي النقطتين ها يطلع عندك هاي الضلع انو بتجي مرة ثانية تطبق هاد القانون نفسه تجيب هاي النقطتين طلع هاي النقطة وهاي النقطة يطلع عندك هاي الضلع انو بتجيب هاي النقطة وهاي النقطة يطلع عندك هاي الضلع ثالث يعني نفس هذا القانون يمكنني نفس هذا القانون ومسافة زين السؤال الثالث يقول يريد قيمة بي ومطينا المسافة بين هاي النقطة وهاي النقطة اللي هي خمسة يعني هذا القانون نفسه المسافة مطينا يطلع يطلع المسافة هم مطينا بس شو مخلي مخلي قيمة هاي هنا واي تحتبرها واي واحد او واي اثنين تتعوضها اما هنا او هنا راح تطلع عندك هاي الدي موجودة وباقي القيم كلها موجودة بس اثنين واي ما موجودة اثنين بي يعني هسا تكتب القانون خمسة احنا اشتعتبر مثل هاي اكس وان واي وان اكس تو واي تو اكس تو يا هي ستة مو الا اكس تو ثمانية ثمانية ناقص خمسة لكل تربية زائل واي تو ستة ناقص اثنين بي لكل تربية ما بيش هسا الباقي بس تعويض ارقام شو تسوي تربع الطرفين حتى التربيعي اكل الجذر هاي سير خمسة وعشرين هاذا يروح التربيع يروح الجذر العفو انه بوراها ترجح شو تسوي انه بتاخد جذر مرة ثانية من تبسطها بتاخد جذر مرة ثانية للطرفين هاي رح سير عدك هاي صير تسعة خمسة ناقص ثمانية ناقص خمسة ثلاثة تربيع تسعة تحولها هنا خمسة وعشرين رح تبقى ستة عشر جذر ها موجب سالب أربعة تطلع عدد قيم بي مرة واحد ومرة سالب خمسة يمكن موجب خمسة لو سالب خمسة لو موجب خمسة تطلع عدد قيم تين البي تين الموجب لافو تين الموجب يعني ما بيشي كلهم بهذا القانون نفسي السؤال الرابع شي يقول يقول شو ذات يقول هاي النقاط هاي وهاي وهاي النقطة على استقامة واحدة يقول شوفهم يعني هاي النقاط اختبرهم إذا كانوا على استقامة واحدة شون تختبرهم إذا كلهم نفس الميل يعني على استقامة واحدة لازم يطلع لهم كلهم نفس الميل بها قانون قانون هذا ما تلميل تاخذ هاي النقطة وهاي تحوصهم بالقانون يطلع لك ميل رح يطلع سالة بثين إنه بتاخذ هاي النقطة و هاي رح يطلع لك ميل إنه بتاخذ هاي النقطة و هاي رح يطلع لك ميل ثالث إذا كلهن نفس قيمة الميل يعني على استقامة واحدة هسه يغير بالسؤال يجي بغير الرقام رح يطلعن مو على استقامة واحدة إذا طلعت قيمة الميل تختلف واحد على الثاني يعني مو على استقامة واحدة هسهن كلهن رح يطلع سالة بثين إذن كلهن على استقامة واحدة سؤال خامس Find the equation هير Shh né يعني إلي دي المعادلة irresponsوب إن mentine يعني شين يعني الواي تساوي صفر عند تقاطعguy yeah käث عند الثنين يعني الواي تساوي صفر وال lace يثنين آي نقطة وتتقاطع وي الصادات بسالب الثلاثة يعني هاي صالب الثلاثة وتتقاطع ويصادات يعني ال hvor يصفر الاكس صفر قصو بسال profund Men وهي نقطين ويريد معادلة يريد معادلة وعدي نقطين ما إح Grace We Are? نحتاج نحتاج email من هذا القانون نحتاج email ونقطة حتى تطلع معادلة لإيجاد معادلة mail نحتاج mail ونقطة لدينا سنقاط من bloccive منها قانون وهذا القانون تطبق هذا القانون يطلع عندنا mail virtuous mail و أي نقطة من هناك ما ستختار بعد municipio کیسة أو花 تختار نقطة و mail يطلع بهذا القانون تعوضها يطلع عندك المعادلة يعني ما بيشي سؤال بسيط بس تطلع الميل ووراها ترجع تختار الميل ونختار بنفس بهذا القانون راح يطلع عندك المعادلة هذا شو يقول مطينا مطينا مستقيم هذا مستقيم وهذا مستقيم يقول ذني ع التوازي يقول يعني ذني بالله شو يقول شو ذات ها يعني شوفنا شون هذن على التوازي شون يعني نختبرنا على التوازي ذني إذا على التوازي لازم يطلع الميل الأول يعني ميل هذا المستقيم يساوي ميل المستقيم الثاني نختبر هين شون نسوي بالبداية نسوي هين يشبهن هذا هذا القانون مطينا نسوي بهذا الشكل نعزل الواي الواحد هيك ونحول منها الـ ax والسالب c راح يطلع عندك ميل هذا راح يطلع عندك سالب اي سالب اي على بي النوب راح اطلع الميل مالت هذي المعادلة هم راح يطلع عندك هم سالب اي على على بي يعني هذي الميل يساوي هذي الميل اذا ميل واحد يساوي ميل اثنين ايضا ال1 الوين يوازي ال��تو يعني التوازي هذي المستقيم وهذي المستقيم هذا الشي يقول يقول شوفا اذا بقينا وهذا المتعامدات شون يعني متعامدات يعني ميل هذي المستقيم الاول الميل المستقيم الاول شيي ساوي سالب واحد على ميل المستقيم الثاني هاستهمي نفس الشي صويهن نفس هذي الشكل اعزل الواي الواحدorage ومعامل اكس اللي هو هو матери معامل اكس رح يصير هو نفس الميل. رح يطلع عدك رح يطلع عدك هذا نفسه طلعناه سالب اي على بي. وهنا شرح يساوي سالب واحد. هاي رح يطلع الميل مالتها بي على اي. هسه شين السالب اي على بي. شي ساوي. هسه هاي كأنما السالب واحد في. هاي رح تقلب هسصير اي على بي. سالب واحد في اي. هي سالب اي. اذن الميل الاول هذا يساوي هذا. يعني هذا الميل الاول يساوي سالب واحد على ميل الثاني. اذن ذلك متعامدات. هذا يعني تحقق. هسه يجيب يجيب هنا ارقام يعني ما يجيب هنا هيتش الرموز. اه هذا السؤال شو يقول? نقول فاين دلان. اريد المستقيم. اريد معادلة المستقيم. المانرب هاي النقطة. شي يحتاج اني. يحتاج يعني نحتاج ميل ونقطة. ميل ونقطة وهذا القانون. وهنا هذا القانون. نحتاج ميل ونقطة رح تطلع عندك المعادلة هسه عنا نقطة عندنا. بس الميل ما عندنا. بس يقول يقول هذ المستقيم نفسي وازع هذ المستقيم. اذا من هذ المستقيم هسه اكس يساوي زائد اثنيا واي يساوي ثلاثة. اثنين واي يساوي سالب اكس. نضغي ال اكس هنا زائد ثلاثة. قسم على اثنيا واي تساوي سالب واحد على اثنيا اكس. زائد ثلاثة. هسه هذ الميل. طلع عندك الميل. سالب واحد على اثنيا. هسا طلع عندنا الميل هو نفسه ميل هذا لأنه على التوازي زين صار عندنا ميل وصارت عندنا نقطة إذن طلعت نطبل خلف هذا القانون طلع عندك معادلة هذا المستقيم هذا نفس الشي بس يقول هذا الميل متعامد مع هذا الميل نفس الشي نرجع نطلع الميل ما لهذا الشي اسمه ما لهذا المستقيم راح يطلع الميل سالب اثنين ما لهذا المستقيم زين وهذا ميل هذا شي ساوي يساوي ال M1 يساوي سالب 1 على M2 ال M2 قد طلع عليك مال هذا طلع سالب 2 شي يساوي سالب 1 على سالب 2 ويساوي 1 على 2 طلع عندك mail صار عندك mail هذا وصارت عندك نقطة إذا نطلع تقدر تطلع بهذا القانون نفسها تعوضهم تجيب المail تجيب النقطة تعوضهم تطلع عندك مادرة المستقيم هذا على شكال ما بي شي يعني هذا وهذا 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 نفس الشرط كله نفس الشرط